اشتركوا في القناة بعض المركبات المستوردة تسببت في اكثر من 70% من حوادث المرور لعدم استجابتها للمعايير الدولية وشروط السلامة المرورية خاصة ان اغلبها ممنوع من دخول كافة دول اوروبا لذات السبب دعية الى سحب اربعة ملايين سيارة سياحية وتعويضها بمائة الف حافلة ضمن مخاطط النقل مدروس وفي الشانية التربوي كشفت الخبر ان مديريات التربية عبر الوطن شرعت في الخصم من رواتب المقتصدين المضربين تنفيذا لتهديدات الوزيرة بنغبريطة وسنكرت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية معتبرت خرقا مفضوحا للقانون وحسب الخبر فقد تجاوز عدد الايام المقتطعة ثلاثة عن كل شهر مثل ما ينص عليه القانون ليصل الى خمسة عشر يوما في بعض الولايات وفي موضوع اخر كشفت البلاد ان ديوان الترقية والتسيير العقري لولاية الجزائر شرع في عملية استرجاع كل المحلات التجارية التي يملكها على مستوى كل المقاطعات الادارية بالعاصمة والتي استولت عليها عشرات العائلات للإقامة فيها خلال العشرية الاخيرة وحسب البلاد فان ادارة الديوان اتخذت كل الاجراءات القانونية حيال الملف وقامت بمقاضات قاطنها امام العدل بتهمة تعد على الملكية العقارية فنختم بصحيفة وقت الجزائر التي تطرقت اليوم الى الزيارة التي ستقود وزير الخارجية الفرنسي لغان فابيوس غدا الى الجزائر لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية وضفت الصحيفة نقلا عن بيان الخارجية ان فرنسا تسعى من خلال هذه الزيارة الى تطوير البنية التحتية والنقل بالجزائر مع تشجيع المشاريع في المناطق العمرانية الجديدة بما يتماشى مع المعايير الدولية والابتكار في مجالات الطاقة وتطوير التعاون في قطاع السياحة ترجمة نانسي قنقر